هياها الشحرورة صبوحة الله يرحمها تزوجت تسع مرات وبيناتن سيسيين وفنانين ونجوم ومامورين ومن كذا بلد عربي بس لا طلعت نكرت جميل جمهور أو بلد ولا خسرت من قيمتها الفنية بسبب كترة زيجاتها لأنه عرفت تفصل بين الفن وبين حياتها الخاصة وأكتر خلاف سياسي صار مع صباح هو لما انقصرت انه تلبس الشورت على المسرح ولبست شورت في المسرحية كانت عاملينها كده من السبيس يعني من الورقة الكون ولازم نلبس كده حضاقوة فتجنن هو شافني لبسة كده بعتلي ورقة الطلال هو بقى مش أنا الشي اللي تسبب بمشكل ميثاقي مع نائب الثناء الشيعي بالسبعينيات جو حمود أحد أزواج صباح من الطبقة السياسية طوع على الطلاقة الصبوحة حالة بالفن وبالحب والحياة الحلوة سنين طويلة من المجد والنجومية في لبنان والعالم حدا نعرف مثلا هي اللي مين كانت تنتمي سياسيا أبدا غنت لبنان كل لبنان وقالت له دخل ترابك بتفكرك كل الطوايف مجموعة فيها وما بنهار وبعز الحرب الأهلية كانت طعتي إشارة لأي انتماء سياسي عاشت لكل الوطن وقدمت لوحة أسطورية عن حب بلاده بكل أبنائه فهل المطلوب من الفنان أنه يكشف مواقفه السياسية؟ فنه والمادة الحلوية اللي بقدمها هن أهم موقف بيتغلب على كل الأحزاب والتيارات والمحاور وعنفس أهمية مصار الشحرورة فيه جمهورية فيروز أو المملكة الفنية اللي كتب لها الرحابني وسعيد عقل أغنيات لكتير من الدول العربية وشعوبة بس مش لأنظمة العراق الكويت الإمارات ووقت اللي حب تتكرم السعودية قدمت أجمل كلام لمكة وأهله غنيت مكة أهلها صيدة والعيد يملأ قضل وعي عيدة وبحفلة تونس سنة 68 كانت قضية فلسطين بمفاتيح بيوتها وجروحة ونزوحة عم تتصدر المسرح لتوعد الشعوب بأنه سنرجع يوماً حتى لما كانت تزور أمريكا وأوروبا كانت فيروز تحرص على حمل قضية بلدها لعواصم العالم وتقول لباريس يا دهب الحرية لبنان بعتلك بقلبي سلام ومحبة مرة وحيدة كشف زياد الرحباني عن قراء أمه بالسياسة وشو بتحب ومين بتأيد ومن وراها صار في زعل بين فيروز وزياد لأنه ما كان بحقله يصنف فيروز عاجها فيروز هي كل الجهات فيا أيها الفنانين إذا عندكن رأي وطني وبتعرفوا تظهروه من دون التسبب بخسائر للأمة وللجماهية تفضلوا قلوه وإذا بدنا نضل نصحح وراكن فغنوا بس لأن صوتكم موقف يا جماعة